عارف يعني إيه المسح الصحي لأسرة المصرية؟ مش عارف المسح الصحي لأسرة المصرية طيب عارف إن كان فيه مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية؟ طيب النهاردة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت أو شهدت إطلاق نتائج النسخة التمنى من المسح الصحي للأسرة المصرية بتاع عشرين واحد وعشرين خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد أشارت إلى أنه هذا المسح اللي بتعامل للأسر المصرية مسحاً صحياً بدأ تنفيذه سنة 1988 هو بيجي ضمن سلسلة من المسوح والإحصاءات قيمة بتفيدنا في الآخر خالص في إجراءات وفي قرارات تانية وأشياء من هذا القبيل دراسة بنعمل طيب الحاجات دي بيعملها المجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيواصل الجهاز من خلالها تقديم هذا الإسهام شديد الثراء بالمناسبة لأنه بيوفر لك كم معلومات وبيانات غير طبيعي بيانات شاملوت بيانات متخصصة على المستوى القومي بتأكد دكتور هالة السعيد أن المؤشرات اللي بيوفرها هذا المسح بتساعد متخذ القرار في إيه؟ في رسم السياسات والبرامج الإسكانية على سبيل المثال والسكانية والصحية كمان مؤشرات مطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية متعلقة بالتنمية ورؤية مصر عشرين تلاتين خلونا هنا ناخد معانا على التليفون مهم جدا سيادة اللوة خيرة بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهلا 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 يا فاند engagement أهلا 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 أيه لن أنتستجوز كمان تلاتين إذا صح أس praticالليوة أهلا أهلا الأخبار الحمد لله تمام عن نبي فاندم بعد إизن حضرتك أول حاية بس هو إحنا بقى إينا كام يا فاندم إحنا مية الثلاثة وثمون ومية خمسة وتلاتين اللهم صالع نبي مية خمسة وتلاتين ألف أه بمنا يا سطور علينا يعني إن شاء الله يعني استخدrepنا على مية أربعة أريب يعني هو كده معدل الزيادة تقريباً يا فندم كم مليون في السنة؟ هو يعني احنا فيه معدل زيادة موليد وفيه معدل زيادة طبعية اللي احنا بنترح فيها الوفيات من الموليد لكن حقيقة الموليد احنا معدل الزيادة الوقت وصلنا 2 مليون و2 من 10 لكن معدل الزيادة طبعية اللي بني طرح فيه الوفيات. اه. احنا بنادر نقول ان الزيادة الصبعية في عشرين واحد وعشرين وصلنا اه اه مليون و اه اربعة من العشر. ربعمائة الف يعني. طيب يا احنا عايزين بس الناس تخف شوية كده. ده معدل يعني. ربنا يدي الجميع الصحة والله بس يخفوا شوية. خفوا شوية واحدة واحدة. احنا احنا يعني اه يعني بصدر الله برضو على الرغم من ان فين خفاض طفيف لان فيه امل. احنا نتائج المسح النهاردة يعني فيها مؤشرات مطمئنة اه بتقول ان احنا ممكن نوصل اه معدلات في الزيادة حق اللي احنا عايزينه بس طبعا باجراءات اه شديدة بصوبة يعني. طيب ايه هي المؤشرات فضل افد. يعني على المسح الصحة 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 المصرية اه يعني اهمية المسح ده اللي طبعا بيوفر حقيقة مؤشرات بتاعت استطورات الاوضاع السكانية والصحية. ومؤشرات بتطقيس الانجازات اللي اتحقق في هذا المجال. بالاضافة للمشارات اللي احنا نقول لحضرات الاعجاب دي بتساعد التخطيص من البرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلا. وبيعتم الاعتماد عليها حقيقة في مشروعات مهمة جدا زي مشروع القوم يسميه الاسرة المصرية. وبرضو في تحقيق اهداف الامتدامة روية مصر اشترين تلاتين. يعني احنا في النهاية عايزين نوصل من من خلال النتائج اللي المسح بيحققها وتاخدها جس الدولة تشار عليها عشان نقدر نوصل للمو سكاني متوازن مع النمو الافصالي. طب كنت ابرز المؤشرات ايه فانه? صحيحا قبل ما نقول ابرز المؤشرات يا صديقي سعاج برضو اقول لحضرتك ان هذا المسح مسح من المسح المهمة جدا وهو مسح قومي بدرجة الاولى. وكان الحقيقة تم تنفيزه بتوجهات من القيادة السياسية لأهمية هذا المسح في انه حيوفر المؤشرات اللي هنقدر من خلالها نعالج اهم مشكلة بتواجه الدولة المصرية وهي مشكلة الديادة السكانية. صحيح. حضرتك حتى دايما بتتكلم عن المشكلة السكانية ان هي المشكلة اللي بتاعوق التنمية. المشكلة اللي بتاعوق التقدم. فاحنا عندنا يعني هي مؤشرات قد تساهم بشكل ما اه عند الاعتماد عليها. في الصغطيش المستقبلي ان احنا يعني يكون عندنا اتزان في النمو السكاني مع اه النمو الافصال ان شاء الله. حاضر. المدح ده طبعا بقول احرس لأول مرة جهاز 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 الاحصاء بينافزه. نفز قبل كده حوالي سبع سوح. وكانت بتنفزه جهاز هنا داخل الدولة احصائية بالتعاون مع بعض المنظمات. المدح تم من الحقيقة المراتي تنفيزه اه بلد كامل بتواجر اه اه وطنية صرفة. تم تنفيزه بلد كامل بتمويل وطني خالص. والحقيقة كان فيه دعم كامل من المعادل الوزيرة في الصورة هذا السعيد وضف التحقيق والتنمار الصادية. هي ساعدت اه بقوة في ان احنا ننفز هذا المسح اه ده اول مرة بالجهاز. والحقيقة الجهاز مجح الحقيقة في في تنفيز هذا المسح والخروج بهذه المتاج وهذه المؤشرات. عايز اقول لحضر نتك ان اهم المؤشرات لهذا المسح الوفارة لهذا المسح ده مؤشر اه خاص بمعدل الانجاب. اه. عايز اقول حقيقة ان لمعدل انجاب الخفض اللي هو الانجاب الكلي. اه. الخفض الاثنين فاصل خمسة ثانية مية. طف للكل سيدة خلال الفترة الانجابية ليها. كويس. لكل سيدة خلال الفترة العمرية الانجابية بتاعتها في معدل مواليد. احنا كان معدل مواليد. في اخر مسحة في الفين واربعتاشر كان ثلاثة فاصل خمسة طف لكل سيدة. تماما. كبير جدا. احنا نجحنا ان احنا نوصل. او الدولة اه. بجودة وصلت. كويس. وتمانية معاشر طف لكل سيدة. بدل. 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 بدل تلاتة ونص. بدل تلاتة ونص. كويس. طب اثره ايه ومركده ايه طبعا على على الزيادة السكانية. احنا لو كنا السمرين احصلت في اه المعدل بتاع الانجاب اللي هو هنوصل اه بعشرين تلاتين لمية وعشرين مليون. وعشرين خمسين مية خمسة وستين مليون. رقم كبير. كبير جدا. طبعا. لكن اه الدولة تستهدف في ايه بقى. الدولة هي بتستهدف ان احنا نصل بمعدل الانجاب في جمهورية مصر العربية الى واحد اه فاصل ستة من عشرة صف لكل سيدة. الى الفترة الانجاب يعني. طبعا ده هيفرق كتير جدا لو ان شاء الله تحقق. وليه اه ضوابط وشروط ومصالب كتير لابد انها تحقق. المؤشرات اللي احنا رصدناها وحقول لحضرتك على قليل ان شاء مثلا مغاشر طوزيون القطرة يعني. طيب الاول الرقم ده يحقق لي اتعادات سكان قديل. اه. لو لو وصلنا او نجحنا ان احنا نوصل لمعدل واحد وستة معاشر طفل كل سيدة. اه. في عشرين ثلاثين نصل مية واربع تراشر. مليون. ماشي. في عشرين خمسين هنصل لمية خمسة وثلاثين مليون. فيه فان امبير جدا. طبعا. يعني مية خمسة وثلاثين من. لو في ثلاثة ورصة مية بسعين احنا بتتكلم فيه اه رقم خمسة وخمسين مليون. ده تعداد دول مش دولة. ايوه طبعا. لو حتى بالمعدل الحالي اللي هو تنيله اه خمسة وثلاثين مية اه من اللي هو مية خمسة وستين. حيبا فيه عشرين مليون. ده برضو تعداد مجموعة من الدول. تعداد سوكين مجموعة من الدول. نهيج بقى عن المتطلبات. هذا الرقم من التعداد. ايوه. من كافة الخدمات في مخدمتها. ده طبعا هيأثر على كل الخدمات اللي بتتقدم. لان انا كل ما المعدل بتاعي بيزيد. كل ما انا مطالب ان انا اقدم خدمات اكتر. يعني انا مطالب ان انا خدمات سكانية اكتر. اسكانية اكتر. اه. تموينية اكتر. اه. الاخ مدارس. صحة. وهكذا. على كل لنا في ذلك حديث. نتمنى انه يبقى اطوأ لسادة اللواء. خير نشكر حضراتكم جدا في الجهاز ونشكرك بشكل خاص. سادة اللواء خير البركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.